طب فكرة الرهبة يعني وإحنا هنا بنتكلم على اللي هو أول يوم مدرسة يعني بيش سنة دراسية لأ ده أول يوم ابني أو بنتي بيروحوا فيها المدرسة صحيح دايماً بنلاحظ على أولادنا فكرة أنه خايف دنيا جديدة مدرسين أول مرة يشوفهم الزملاء في الفصل أول مرة يتعرف عليهم فكرة الرهبة دي اللي بتبقى موجودة في ابني أو بنتي إزاي أتغلب عليها وإزاي أدي له الثقة أنه داخل على يعني دنيا مختلفة وجديدة ومهمة في حياته طب خليني بقى نقل الرهبة من الطفل لي أنا كبالغ ورايح شغل جديد في مكان جديد هحس برضو كده هبقى عندي رهبة مسافر مكان أنا عندي يا طرح هيبقى حلو ولا وحش تخيل بقى أنا بالخبرات دي وبالتعليم دي وعندي إحساس الرهبة أنا ليه بعمل الإسقاط ده لك أنت تخيل الطفل وهو الطفل لسه ما عندهش الخبرات ولا المهارات ولا العلم كم الرهبة والخوف اللي هو حاسس بينه سايب مكان الدفء والدفء الأسري وأنه براحته كل حاجة ورايح مكان ما يعرفش فيه حد ومكان جديد ناس غريبة تماما علي زمائلي كلهم ما عرفش حد فيهم ابن خلتي اللي بلعب معايا وأخويا اللي بحبه جرنا اللي ب... ما فيش شخصية مألوفة أن أنا بحبها طب إيه ده؟ هم خدوني متدار للنار ده تصوره عن اليوم ده خلينا أقول أن أنا قابليها بأسبوع بعشر تيام لو عندي وقت كأم يريت أبقى أخذ ابني وروحي المدرسة يوم نلف فيه في المدرسة نتفرق فيه على المدرسة أخليه يقل في المكان أحببه في المكان وعشان كده بعض المدرس بحييها أنها بتيجي قبلها بأسبوع تقولك إحنا نعمل يوم إن إحنا نعمل استقبال للولاد الولاد هيجوا عشان هو بيدي له أنشطة فاني كده نلعب ونهزر وندحك عشان يقوله إن المكان ده فيه بهجة فيه حب مش بنضيقك عشان أول يوم دراسة تبقى أنت نفسك متشوق إنك تيجي للمكان اللي جيته قبل كده اللي أنت ألفته في يوم أو اتنين أو تلاتة فخليني لو المدرسة مش هتعمل كده أنا كأم حتى لو ده مش في السيستم بتاعها أطلبه للمجموع وإحنا فيقوله طب ده مش في السيستم خالص لأ أنا أروح زيارة أتحجج إن أنا راح أدفع مصريف إن أنا راح أسأل عن حاجة وأخذ ابني أو بنتي معي الله ده جميلة شوفه الجناين شوفه ده زي بيتنا دايما أدور على المتشابهات بين المكان اللي هو رايحه جديد وبين المكان اللي هو فيه خاصة واللي بيأكد الفكرة دي لو أنا ابني مثلا في المدرسة ترقيه يقولك أنا عايز أروح مع أخوي أو مع أختي فلانا فده بيبقى أليا من أليات أنه عايز يروح معي لأنه حاسس أنه بيروح ينبسط بيروح مكان فلو أول يوم لو فيه أخ أكبر منه في المدرسة ممكن أستأذن أنه يبقى ملاصق ليه شوية ساعة أو ساعتين لأنه بقولوني فيه حد أنت عارفه فيه حد أنت بتحبه في المكان فبتدي أخوه ده يعرفه بحد طب ما فيش حد خالص أنا بقى على مدى رحت مرة واثنين المكان ممكن أول يوم أستأذن من شغلي وبقى حواليه مش معاه قوي بس حواليه يعني هو في الفاس طب أنا نص ساعة وجيالك وبحيث أنه هو يبقى حاسس أنه مش غريب أنه مرحش مكان تصدم فيه أنه مرحش مكان كل حاجة ما يعرفهاش لأ أخوه معي ممتوا معي ممكن يوم أول يوم ساعتين تاني يوم ساعة بحيث أنه هدفي هنا مش خصة أنه يتعلم أنه يحب المكان أنه يقلف المكان لأنه لو حبه خلاص هيبقى عنده الرغبة من يجي لا الله ده زميلي زياد اللي بلعب معي محمد اللي بلعب معي الزميلتي فلانا اللي بلعب معي وابتدي أنه خليه يألفه وبعد كده خلاص هو اللي وحده ده هياخد مني مجهود خلينا متفقين قبل الدراسة أسبوع عشر طيام وبعد الدراسة ودايما تبقى لغة الجسد بتاعي خلينا رتكز عليها وأنا بكلمه أنه ما بكبروش أنت مش لازم تروح معه تلبس جيه هتتأخر بلاش صيغة الأمر يلا حبيبي عشان الله ده أنتو البس بتاعكم جميل قوي ده أنتو الولاد ده أنا نفس أجي معاكم جيت معاه أول يوم أنا ممنوعة في المدرسة بقنا هيجي لوحدة عشان ممنوعة وهتلاقيني هناك على ما توصل هتلاقيني هناك مرة اثنين طب أنت لو عملت حاجة أنا مش هوديك المدرسة لو عملت حاجة غلط ما يبقاش العكس دايما الأم يعني بعض الأمهات اللي ما عندهاش وعي تلاقيها بتاخد المدرسة لأنها كرباج لأ ده هي الجايزة اللي أنا هدهي لك لو عملت كذا أنا هوديك المدرسة